هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبودي قداسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية وبطر يرقى الكرازة المرقصية في المقر البابوي بالقاهرة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المديد خلال اللقاء أعرب رئيس الوزراء عن خالص تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة الغالية على قداسة البابا وعلى أبناء مصر المسيحيين بالداخل والخارج بدوام الصحة والخير ومن جانبه أكد قداسة البابا توادرس الثاني تقديره لحرص رئيس الوزراء على التهنئة بعيد الميلاد متمنيا للحكومة والدولة المزيدة من النباح في مسيرة التقدم والبناء ورغيا أن ينعم الله على مصر وشعبها بدوام الأمن والرخاء